بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله عزيزانة لعنوذ الصف السادس الابتدائي بدرس جديد من يونتوان الوحدة الأولى لسن سفن الدرس السابع راح نتفحص فهمنا المواضيع اللي أخذناه هنا عندي مجموعة تمرينية راح نجنحلهم حتى نعرف انه احنا المواضيع السابقة اللي قريناها فهمناها او لا فعندي التمرين الأول هو على عائلة فرح وعائلة فرح وعائلة هان هذا التمرين كلش كلش مهم فيقول لي read two families يعني اقرأ عن هذا التمرين او ارجع اراجع لي موضوع two families اللي هي عائلة فرح وهان سبق ونزلتها رح شوفوها again and tick yes or no وخلي لي صح او خطأ على الجملة اللي راح اقول للكي اياها الجملة الأولى هان is from china هان is from china هان يسكن او هو من الصين صحيح احنا قلنا هان هو صيني شخص صيني فهو اكيد من الصين فنخلي صح على اليس يعني اختارين اليس صح النقطة الثانية his family are farmers يعني عائلة هان his family عائلته are هم farmers مزارعين صح يعني احنا قلنا هان ابوه امه هم مزارعين وجدة وجديتة كذلك مزارعين زين يقول لي the farm المزرعة grows بافلوس المزرعة ينزرع بيها بافلوس يعني جواميس نزرع جواميس بالمزرعة لا نزرع بيها رايس وليس بافلوس فنختار خطأ خطأ هذه الجملة نروح على الجملة الرابعة فرح mothers is a nurse فرح mothers is a nurse خطأ فرح mother يعني ام فرح هي مو خطأ احنا قلنا ام فرح هي ربة بيت يعني house wife وليس ممرضة زين النقطة الرابعة عفوا النقطة الرابعة كانت فرح is a han's cousin فرح is a han's cousin النقطة الرابعة فرح is a han's cousin يعني فرح هي بتعم هانز خطأ هانز صيني وفرح إراقية فماكوا بيناتهم هي علاقة فنختار خطأ خطأ النقطة الرابعة فرح mothers فرح's mother is a nurse ام فرح هي تشتغل كneurs ممرضة خطأ ام فرح هي house wife house wife سادسا او six there are four children for farh families فرح families يعني بعائلة فرح عندهم اربعة اطفال صحيح هذا الكلام اخوات اثنين اخوان اثنين فرح's fathers lives in Dubai فرح fathers lives in Dubai يعني ابو فرح يعيش او يسكن في دبي خطأ ما يعيش هو بدبي a pilot الطيار sits يجلس in the cockpit cockpit يعني قمرة الطائرة مركز السيطرة ما للطائرة off a plane yes صحيح هذا الكلام هاي لسئلة كلش كلش مهم اروح التمرين الثاني بالتمرين الثاني يقول لي منطيني هذه ضمار الفاعل اللي اخذناها سابقا اللي هي الشي بمعنى هي it لغير العاقل he بمعنى هو المذكر المفرد يعني ولد واحد they هم هذا ضمير جمع we نحن و it كذلك لغير العاقل وال he للمذكر المفرد يريد من عندي انه اعوض بعض الاسماء بضمائر يعني مثلا my father abby is an engineer هو مهندس بدل ما عيد my father مرة ثانية اذا my father abby اريد انطي ضمير او عوضة بضمير شاقول he lo she هو ولد فاقول he ليش لان he نستخدمها حتى نعوض عن المفرد يعني شخص واحد ومذكر يعني ولد هو my father my father هو فاقول he works in an oil refinery ان oil refinery شوفوا ان استخدمناها قبل لان جاي بعدها حرف علة انا كذلك استخدمنا الان قبل ليش اداة التنكير لان جاي بعدها كلمة تبدأ بحرف علة اللي هو النقطة الثانية انا كل شزين بالرياضيات وانا اريد ان اكون مهندس او اصبح مهندس اوكي ات راح نختار ات يعني هذه المهمة انه انت تكون مهندس يعني معناتها مهمة ات يعني هذه مهمة صعبة انها مهمة صعبة لديها اوعدها اخوان اثنين صغار اذا اريد اقول البراثرز اعوضهم ابوضامير شنقول ذي ذي هم اخوان هم يعني توأم انا اسكن في البصرة اريد اعوض كلمة بصرة بضمير بصرة غير عاقل فاكيد بالإت فاقول تقع في جنوب العراق شوفوا كلمة شوفوا كلمة اراك بعد يبكى بتلتر ليش لان اسماء البلدان تبدأ بحرف كبير خامسا هي ربت بيت اريد اعوض امي اقول هي امي هي تعمل في البيت سريد نصير اطباء اذا اقول اني واختي شنقول احنا احنا شون اقول بالانجليزي اقول نريد ان نعمل بالمستشفى شوف اداة التنكير ليش اللي انباد بعدها حرف اله اللي هو حرف صحيح سابعا ابن عمي يريد العمل في المطعم اذا اقول ابن عمي شون اعوض بضمير هي اقول هو يحب الطبخ ترجمة نانسي قنقر